مستمعين في حلقة اليوم من الصحة المستدامة ومجدداً أرحب بضيفة العزيزة دكتورة ليلى العشة الاختصاصية في الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميل في الجزء الثاني من حلقة اليوم دكتورة ليلى كما تعلمين سنأخذ اتصالات مستمعين ونأخذ أسئلتهم على هذا الرقم أولاً 00339-69323314 ومن ثم على رقم الواتس أب التالي 0033607294972 أعلم أنه هي أول أيام رمضان وتكون صعبة فإذا لم تتمكنوا من الاتصال بنا من الممكن أن تكتبوا إلينا أول سؤال يأتيكي وصل على الإنبوكس على صفحة الفيسبوك من زهر الربيع اسم مستعار طبعاً مرحبا ياريت تسألي للدكتورة ليلى عن علاج المورفيا لأني ما بقدر أسأل على الفيسبوك وشكراً إليك وشو العلاجات الحديثة للمورفيا ياريت ترد علي طبعاً دكتورة ليلى ستجيب عن هذا السؤال زهر الربيع وأتمنى أن تكوني بالاستماع إلينا تفضلي دكتورة ليلى المورفيا هي عبارة عن صلابة جلد الموضع بيصير في عنا مثل اسمها صلابة جلد يعني لون أبيض شاحب والجلد ما بيكون طبيعي هي مرض مناعي ذاتي وناتج عن مشكلة بالكولاجين هلأ المعالجة هي معالجة عرضية نحن منحط الكريمة في عنا قسم كبير كتير هلأ يعني أنواع من الكريمات المرممة وأحياناً منستعمل مراهم الكورتزونية بس هلأ في عنا كريمات مرممة تساعد على تخفيف من المظهر شكراً دكتورة ليلى نواصل وعندك سؤال يأتينا من بروكسل الآن مرحبا سونيتا مرحبا دكتورة ليلى معي كلامة من بروكسل ممكن تسأليلي دكتورة ليلى كيف ممكن التعامل مع حساسية اسمها ارتكارية هيك تم تشخيصها من قبل الأطباء وأخدت أدوية شرب ودهون وكورتزون ولكن كل هذا لم يعالج الحساسية تماماً إذن ماذا نقول لي لما؟ الارتكارية هي عبارة هي اسمها بالعربي الشري وفي عنا عدة أسباب في عنا أسباب فيزيائية يعني ناتج عن البرد أو الحرارة أو الشمس في عنا أسباب داخلية ناتج أحياناً عن الطفيريات في عنا الأكل في عدة أسباب بس وقت بتكون مثل ما عم بتقول ما بعرفشو اسمها يا لحمد لمع لما لما وقت بتكون يعني بتكون معندة على العلاج إجمالاً في حالات بتكون سببها نفسي وهون بيكون أصعب كتير علاجها بعد ما نحن نلغي كل الأسباب العضوية ونشوف إذا كان السبب نفسي وقتها فيها كمان عنا معالجات معينة لهالحالات شكراً سؤالي أتينا من سوريا الآن أتمنى أن تقول لنا دكتورة ليلى ما هي علاجات مرض الحزام الناري زونة هي مرض تماماً هو مرض الزونة يلي هو ناتج عن إصابة بفيروس بس كمان هون في عنا الحالة النفسية أو قلة المناعة بتخلينا بتخلي أنه هالمرض يظهر عند الكبار بيكون كتير مزعج لأنه بيصير في ألم شديد والألم بيتم موجود حتى لفترة بعد شفاء المرض أحياناً لمدة ستة شهر أفضل شيء أنه يتعالج ببادئ الأمر حتى ناخد أفضل نتيجة في عنا نحن مواد مضادات للحمات الرشحة للفيروسات وعند الكبار بنعطي كمان أحياناً كورتيزون حتى نخفف من التهاب العصب يلي بيكون مرافق لهالمرضات شكراً سؤال يأتينا الآن أيضاً من سوريا السلام عليكم تحياتي ويسعد أوقاتكم شكراً سؤال يوجد عندي حكة في منتصف الظهر دائماً أكون خارجة للتو من الحمام وتبدأ الحكة بشكل مزعج مع وجود حبات ناعمة كالبرغل ذهبت لأكثر من طبيب جلدية ولم أستفد ما هي النصيحة؟ ما هو العلاج الفعال لهذه الحالة؟ الحكة بمنتصف الظهر هي نحن نسميها نورو ديرماتايتس أو التهاب شلد وعصاب لا فيه بدنا نحاول نروح الأسباب الثانية يلي هي بتخليها تظهر لأنه السبب كمان هون سبب نفسي بس الجفاف لأنه مثل ما بتقلك المريضة أنه بعد الحمام بتظهر أكثر لأنه فيه جفاف بقال نحن أهم شي بالأمراض الجلدية أنه نحن بدنا نعمل عناية بدنا نعطي عناية للجلد ومفروض أنه نعطي الكريمات فيه كريمات خاصة كمان بتساعد على الترطيب حتى ما نحط الأدوية اللي هي العلاج هو المراهم الكورتزونية ما نلجأ لمراهم الكورتزونية لفترة طويلة إذن بدنا نحن نعالج الجفاف وفي عنا سبب نفسي ترتيب يعني؟ ايه وفي عنا سبب نفسي أنا بفهم بقال الأسباب تقريبا كل الأمراض الجلدية لديها منشأ نفسي أم لأغلبة؟ هو الأمراض بصورة عامة فيه كثير أمراض منسمية جسمية نفسية بس الجلد نحن منشوفه رأسا يعني فيه ناس تجعون معدتهم يكون هو أحيانا سبب نفسي أو بيجعون رأسهم بيكون سببه نفسي بس المرض الجلدي الشخص بيشوفه بقال أحيانا خارجي تمام بقال مشان هيك وطبعا في عنا قسم كبير هي أمراض جسمية نفسية بالأمراض الجلدية نعم السؤال مهم الآن يأتينا من أوروبا إذن 45 ما بعرف أي بلد يبدأ ربما ألمانيا إذن السؤال هو عن تساقط الشعر من الأمام عند النساء والرجال في أعمار صغيرة هذه المشكلة شائعة أكثر مما نتصور تمام هلأ عند النساء لتساقط الشعر أحيانا بيكون في سبب هرموني بدنا نتأكد أنه ما في أمراض داخلية بس كمان هي مقطة كتير مهمة بحب أولى لأنه عند الفتيات الصغار أحيانا بيكون ناتج عن شد الشعر يعني يلي بيرفعوا شعرهم وبيشدوه بيقوم بيخف بالمنطقة الأمامية هون بدنا نروح الأسباب الميكانيكية عند الفتيات ونعطي المعالجات ونشوف إذا ما في أسباب هرمونية هلأ بالنسبة للرجال كمان في عنا أسباب هرمونية وخاصة الصلاة أحيانا كتير إذا ما في عنا أسباب داخلية في عنا علاجات داخلية وفي عنا معالجات خارجية يلي عم تعطي نتائج جيدة بتساقط الشعر هلأ هي جلسات الـ PRP أو البلاسما ريتش بلاتلت هي حقن البلاسما الغنية بالصفيحات وهي عبارة عن حقن تجرى بفروة الرأس عدة جلسات ومناخد نتيجة جيدة بعد حوالي أربعة شهر من إجراء آخر جلسة كيف تجري حقن الـ PRP؟ نحن نسحب الدم من الجسم وفي عنا طريقة خاصة أنه ناخد منفصل البلاسما ومنسفلها ومناخد البلاسما الغنية بالصفيحات يلي هي فيها العوامل النمو ونرجع من حقنا بفروة الرأس ببصلة الشعر وهي بتعطينا نتائج جيدة بعد بدنا على القليلة من 3 إلى 6 حقن حتى ناخد نتيجة جيدة بتساقط الشعر نعم لدينا مستمع من السعودية يطلب عنوان الدكتورة في باريس طبعا سنرسل له بعنوان العيادة من خلال الواتساب كما كتب لنا هناك سؤال على صفحة الفيسبوك من مستمع لبرنامجنا يسأل كيف من الممكن التعامل مع الأجواء الحارة والقاسية في العراق من ناحية الجلد الجلد لا غير شي معنش من ناحتي ساس الدكتور إذن هلأ الحرارة والرطوبة تعملنا مشاكل كتير أحيان بالجسم بصير في عنا نمو للفطور بمنطقة التانيات بصير في عنا كمان هجمة أحيانا لحب الشباب بقال بدنا نحن طبعا نحاول نغسل قد ما فينا ونلبس الملابس القطنية حتى ما يصير في عنا تراكم للعرق بالمناطق التانية وفينا حتى نستخدم أحيانا البودرة الخفيفة بهالمناطق حتى ما يصير في عنا نمو للفطور مثل التالك يعني؟ إيه بس ما كتير لأنه كمان له تأثيرات جانبية بس أنه أفضل هيك بس أهم شي نلبس الملابس القطنية ما نحط بالنسبة للسيدات الكريمات لسميكة حتى ما تعملنا كمان احتباس للدهن بمنطقة الوجه ونحنا كتير أحيانا منشوف بصير في عنا هجمة لحب الشباب نتيجة التعرق للحرارة وارتوبة وبصير في عنا بجسم يلي مسميه مليار أو الحرارة نحنا مسميه حرارة هي هلنقاط الصغيرة الحمرة يلي بتظهر بجسم نتيجة احتباس العرق بقى الأهم شي ملابس قطنية غسول ورش البودرة شكرا دكتورة ليلى عنا مريم من فلسطين بتقول أرجو من حضراتكم مواصفات الواقع الشمسي الجيد لذوي البشرة البيضاء المعروفين بالألبي ألبينيز ألبينيز حوالت تعرف على الواقع الذي وصف ليه المعروف فوتودام ميلكا ولم أتمكن من الحصول على المعلومة الكافية من فضلكم إذا تكرمتم أفيدونا أنا مريم بتمنى أنك تكوني عم تستمعي لألنا الآن ويمكني لازم تشوف الحلقة اللي حكينا فيه على الواقيات الشمسية نعم الواقي الشمسي هلأ صار يعني متل ما أنا بقلهم للناس متل ما بتلبسوا بتلبسوا وشكون ورقبتكم وإيديكم وقت بتطلعوا هلأ في الواقي إذا بتلاحظوا فيه مكتوب عليه رقم هو SPF هل SPF مؤشر الحماية هو sun protection factor هل القوانين بأوروبا ما فينا نكتب إلا SPF 50 بلس لو أنه أحيانا معقول أنه يكون أكتر بس حتى بيكون في SPF 50 بلس يعني 50 وما فوق نعم يلي بشرتهم بيضم ما بصير يستخدموا أقل من SPF 50 بلس بلس في أكتر لم أرى أكتر في الأسواق من 50 رح أقل لك هو في أكتر بس هون بأوروبا القوانين الحديثة ما صر لزمان مفروض أنه SPF ينحط فقط SPF 50 بلس بس هو في أكتر بس يلي بهمني كمان نفسر أنه الفرق بين SPF 30 والSPF 50 هو ما كتير بالحماية يعني زيادة تقريباً 5% أو 10% والفرق بين الـ 50% هو زيادة كمان 2 أو 3% حماية بس النقطة يلي أهم وهي كتير بحب أكد عليها هالأرقام هاي كلها مساواية على دراسات للواقيات الشمسية على سماكة معينة للواقي وهي سماكة 2 مليمتر بالسانتي أنا كنت مسؤولة عن كتير دراسات للواقيات الشمسية هذا شو معنات عملياً؟ وبيهمني كتير يسمعون الناس اللي عم تسمع المهلاء أنه ما في أي واقي بنشتريه وعليه رقم 50 مية هو أقل بكتير لأنه نحن ما بنقدر نحط 2 مليمتر معنات الوقاية مالها كافية وما بكفي الواقي فقط بدنا نحن نحط قبعات بدنا نحاول أنه ما نتعرض للشمس بالوقت اللي بتكون الشمس عمودية يعني بين الساعة 10 والساعة 4 بدنا نجدد الواقي من الشمس لأنه هو كمان نتيجة التعرق لو هو ضد التعرق أحياناً في أنواع منا بتكون ضد التعرق بدنا نحن نجدده بدنا نستخدم واقيات تانية بالنسبة للنساء يعني نحن فينا نحط الكريم ونستمنى شوي ونحط فوق بودرة لأنه بودرة البودرة التجميلية كمان هي واقي فيزيائي تعكس الأشياءات الشمس بقل بدنا نلجأ لكل هالطرق هاي حتى نعمل أفضل وقاياه خاصة للمريضة هاي اللي عم تسألنا القلبي نيسمي اللي هو مرض ما في حماية طبيعية شكراً دكتورة ليلة آخر سؤال نأخذه من اتصال هاتفي من غالب بن سلطنة عمان أهلا وسهلا فيك غالب مساء الورد مساء الخير كيفك يا غالب كل عام وأنت بأل خير الحمد لله وأنتم طيبين ورمضان كريم إن شاء شكراً عليك وعلى العائلة وكل مستمعينا تفضل دكتورة ليلة عم تسمعك شكراً أهلين دكتورة ليلة بس سؤالي يمكن اسألتها قبل لكن لم أجد حل له مشكلة الزوجة في كف اليد قلد على كف اليد عفوا ما أسمعه عندما تغط ما الذي لديها على كف اليد القلد يتغير بعد غسيل بأي صابون وعصابون يعني معناتها أنه هي عندها منسميها خاصة إذا عم بتقلي أنه بعد استعمال الصوابين أنا بنصحها أنه تقدر الإمكان تبعد عن الصوابين وفي عنا هلأ كريمات يمكن نقدر نبعط لك أسماء بالإنبوكس أو بطريقة في عنا كريمات بتعمل هي مثل حماية عازلة للجلد طريقة أنه بتقدر تحمي البشرة من العوامل المؤسرة المخرجة واللي عما تعملها هالإكزامات تماس وهي منبعط لك يا هراغ هلأ مباشرة بعد الحلقة دكتورة ليلى مع كاتيا يرسلان ترسلان إليك بأسماء الكريمات شكرا لك غالب على توصلك دائم معنا وعلى تفاولك أشكر كل مستمعين على تفاولهم مع حلقة اليوم شكرا جزيلا لك دكتورة ليلى على هذه الحلقة الممتعة كالمعتاد معك وأتمنى أن يكون لنا موعد شهري موعد على كل حال دوري لكي تأتين إلينا وتعطينا أهم النصائح في عالم التجميل خاصة وأنك عملت كثيرا على دراسات كما ذكرت أصدرت كتاب اسم طول العمر يعني تعملين دائما على محاربة الشيخوخة وأكثر من ذلك ربما على اتباع نمط حياة السليم طبعا الطب الوقائي هو بالأحرى يلي مفروض أن يكون هو أسلوب لحياتنا ويلي بالنتيجة رح يكون مظهرنا شاب أكثر شكرا دكتورة ليلة العشة أذكر بأنك اقتصاصية في الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي هنا في باريس في فرنسا وطبعا لديك خبرة طويلة طويلة جدا في سوريا الكل يعرفها شكرا لكاتيا ليفانيسا نعود إليكم مع حلقة جديدة غدا ستكون مسجلة مع دكتور خالد قطيش حول صحة المرأة هذه المرة إلى اللقاء في الغد باي باي أحايا أحايا أحايا